مرحبا اليوم نحكي عن ما يجري في روسيا الاتحادي طبعا شام تاني لكن نحن اشتغلنا باليسار سابقا لدينا اطلاع على مجتمع الروسي ثقافته وعلى اللي صار بروسيا باتهام الاتحاد السوفيتي لدينا فهم اعماق للمجتمع نحن بحكي عن موضوع الذي يحدث حاليا ماذا يحدث وماذا يدل الأخبار صار كذا فاته واحد انشق اخبار وتحرك بالدبابات محاولة انقلاب لا اعرف ماذا روسيا دولة كبيرة لا تتغير بها السرعة يجب انقلاب يزعب يسترمو السلطة لا لكن ما يحدث هو مهم جدا بدأت مظاهر تفكك روسيا الاتحادي كان عندنا استاذ بكلية الهندسة المدنية في دمشق كان يحضر معنا بمنتدى رياض سيف منتدى الحوار الوطني بألف إن وواحد كان يقول الأنظمة الشمولية تشبه السدود الترابية تنهار عندما تمر أول قطرة ماء تبقى محصورة هالناس وراء ديكتاتور وراء حزب حاكم وراء الاخرية محصورة هالناس وراء محصورة هالناس هذا الماء لا يوجد ما هذا الماء لا يوجد أول ما ترتفع المنسوب قليلا أو يظهر تشقق قليلا أو شغري لا يبدو الماء تتحول لقوة جبارة وتخرق الدنيا وتحرق شفتوا هالأودية والكذل حفرت الأنهار فالشعب هيك يبقى محصور وراء الديكتاتور محصور 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 يجي ضغط يجي شوية زيانة صمموا حرب أوكرانيا راهنوا على ذلك قالوا أنه نهزم عسكريا بالجبهة هذا صعب لكن تشكيل ضغط عسكري عليها سيفجر التناقضات الداخلية وهذا اللي صار لأنه روسيا بعد المتركة الشيوعية والتقالت للمافيوية الرأسمالية طبعا ليست رأسمالية إنتاجية مثل العادة اللي فيها سوق وفيها وفيها إنتاج وفيها بضاع وفيها قسام طبقي وكذا لا تحولت لمافيا مافيا يعني عصابات عصابات مالية عصابات مالية مال وجريب هذا اللي صار لروسيا كان زعيم عراب المافيات وزعيم المافيات أو منسق عمل المافيات بوتين فظن أنه هو صار قيصر وكذا وهو وقف على نظام عصبوي مو نظام مستقر مثلا إلى آخرية فرح خطر بباله أنه يعمل هذه المغامرة الأسكرية فكره سيخافوا الأوكرانيين ويسلموا 24 ساعة مجرد ما حشد 200 ألف أسكري سيسلموا ويرفعوا إيدي ويسلموا كان هناك ناس يسلموا ويسلموا 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 أو الغرب شجعوا أنه لا تسلموا لا تخافوا المهم نفذوا حصلت الحرب الحرب حدث تكلفة عن الناس اقتصاديا حصار العمل ويسلموا هناك تكلفة بشر ويسلموا يجب أن تتحكم ماهو يجب أن تتحكم حقا المواطن الروسي من الضائق لماذا القرم لم يقوموا ومن الضائق ومن الضائق ومن الضائق يجب أن يأكل يعمل أحمر ومثال أي روسي يحاجر برات روسيا لماذا لأن الحياة صعبة ومثال يحصل ومثال يجب أن يموت ومثال بوتين يسجل في التاريخ أن أعدت أمجاد الأمبراطوري الروسي يعني شغلات معنوية يتهم بوتين وليس هذا هو الذي يحدث فهي صبغة ضغط ضغط أجتماعي فاستعان هو استعان بعصابات وعصابة 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 قديروف وعصابة سوهيل الحسن نحكي لكم عن فاغنر السورية مرة جاءة مين راح وشو عمش داوغونك بس عم نجمع معلومات فاغنر السورية يعني اللي راح تشتغير هلأ أكلها وليش لأنه هي راح تنطوعة مع فاغنر لأنه المصاري والدفع والكزا عن طريق فاغنر هلأ شو بده صار فيها الفيلق الخامس سوهيل الحسن طبعا سوهيل الحسن الأسلمات بس هذا المشابه النمر الوردي فبشار أسد متوضي باللبن لأنه جاب روسيا تحميه قامت روسيا نفسها صار بالدمين يحميه هلأ أبشار أسد يبعث لهم علي دوبا علي دوبا مات يبعث لهم علي دوبا يضبط لهم الجيش مقابرات العسكرية وقت المات علي دوبا فرضت المقابرات العسكرية الروسية فرضت الجيش اليوم اللي عام يصير حاليا هي نوعا أنواع التمرد لفاقنار ضد الوزير الدفاع ما طرحوا موضوع السلطان بشكل نهائي مثل قامت بالبداية ثورة المناشفة ناس هرباني من الجيش ناس جوعاني ناس كذا ناس إلى آخر وقاموا على الحكومة وسقطوا الحكومة ونفوا القيصر بعدين عملوا ثورة تانية في هذه الثورات بروسيا تصير بالتدريج تبلغ المجتمع بطيء والناس بصروا للنت 25% وعيش خارج التاريخ أولا بلشت الناس تشعر بأنه خلاص يعني هناك أمل التغيير هذه القوة العسكرية غير قادرة عمليا لتواجه الجيش الروسي لكن هل الجيش الروسي سيكون موحد ضده ولا سينقسم انقسامات ثانية هل سيحدث انقسامات في قمة الجيش في قمة السلطة الموجودة بين المجتمعات بعدين لا تنسو روسيا 20-30 قومية مختلفة يعني ما هي شغلة موحدة وطبقة واحدة وسوق اقتصادي واحد ما في لحمة يعني هي يجمعها يجمعها القمع قمع القيصر سيف القيصر كان يجمعها ما في شي يجمعها تانية يعني هلا دولي قديروف اللي عم يشتغل معه هذا الجيش التبع قديروف إذا انسحبوا وعمل استقلال بلده فيه جيش روسي يرجعها يسحقه كثير في نزعات انفصالية بكذا خستان بكذا بكرا بتشوفوا إلا طلعت ليش لأنه ضعف الراس تضربوا على رأسه الواحد بيشلوا أطرافه ضعف الراس تفككت الأطراف فهذا اللي عم يصير عم يصير أنه روسيا تتجه نحو التغيير إما أنه بيتحرك يعني طبقة أو الدولة العميقة بتتحرك وتنقذ الوضع وتشيل بوتين وتعمل إصلاحات وهذا صعب أو أنه ستدخل روسيا في حرب أهلية حرب أهلية طويلة يعني عادة بتكون الحروب الأهلية طويلة بح تكون مكلفة جدا وقد تكون نووية يعني حتسلحوا ببعضهم تعرفوا السموم وهني كي بتشتغلوا بالكيماوي بتشتغلوا بالسموم مش تغلوا بالنووي ففي عندك كم كبير من السلاح الخطر جدا بيد بيد ناس يعني عصابات مسلحة عصابات مسلحة يعني أخطر شغلي بالدولة أنه تتسلح فئة أو حزب أو شيء بشكل يعني شيء خارج إطار إيديولوجيا خارج إطار الدولة خارج إطار مؤسسات الدولة ويفقدوا انضباط يعني جهاز أمن ما ينضبط مشكلة كبيرة يلعب بالبلد لعب قوة عسكرية ما تنضبط أيضا تلعب لها هذا المشكلة اللي عملها بوتين راح عمل ميليشيات وبدو يحارب بالميليشيات يعني حول المافيات الاقتصادية اللي لآخر هي حولها لدول دول لها وزارة الدفاع ولها عساكرة وإلى مدريشو هلأ هلأ بلشت المجتمع الروسي يدخلص من الحرب فبيعتقد ويقيد فاقنار ويقيد التمرد والجنود اللي بدو يهرب من العسكرية ويهرب من الخدمة اللي حيلاقي فرصة انه يهرب بحجة انه أنا ما بدي هذه الحرب مؤلية هذه الحرب ما بروح على الموت وكذا ففي شيء في شيء كبير بدو يصير خلاص روسيا أنا برأي دخلت في مرحلة جديدة مرحلة التفكك لن يستطيع بوتين رأب السد السد اللي بلش يشور مي وراح تشوفوا تطورات اسرع قريبا هلأ بدي أعمل ردة فعل بالبداية قمعية وكذا ليسكت الناس لكن خلاص شقة وخلاص ما بقى فيه يعني أزاز ومكسر ما بقى يزبط هذا أنا رأيي بالوضع بشو اسمه تفاصيل والمتابعة أنا أعطيكم التصوري الأحساسي عن الموضوع أنه ستكون خلال أشهر يعني روسيا يعني من هون لآخر الصيف بعتقد روسيا ستكون يعني أوقفة إطلاق النار وبلشت بلشت 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 تستطيع لن تستطيع روسيا الانتصار في أوكرانيا ألا ممكن يعني بوتين يعمل شغلات خطرات يضرب نوة ويتكتيكي يعمل شغلة كذا إلى آخرين ممكن يعملها غراء خطر لكن بعتقد كمان ما بفيد كمان ما بغي بالعكس كل مال بتساعد في سرعة انهياره في سرعة فبدخل مرحلة الجنون بسببه هو لأنه أحمق على الصين نفس الشيء تركيبتها مثل نفس الروسيا والصين تسعد بنفس الطريقة أي ضغط أي شيء أي أزمة اجتماعية أي كذا بتفكك المجتمع لأنه مش مش منسجم قلنا لكم اقتصاد ثقافي سياسي بده يكون هاي الدورة متكاملة منسجمة متناغمة وقت هاي دي الدورة بتكون منسجمة متناغمة يعني الاختصاد بينتج الثقافية المناسبة والثقافية المناسبة بتنتج السياسات الصحيحة اللي بتخدمه فبتمشي حركة الدوامة الاجتماعية تحسن هاي التشكيل الاجتماعية تصمد وتقاتل وقت بكون الاقتصاد منهوب لفصلحة نافيات وبتكون السياسية مستبداد والثقافة مضادة للسياسة ايه فبتلاقي شو المجتمع ملبك أي ضغط عليه بفروط هلو وقت الحرب العالمية المجتمع الألماني كان منسجم تماما مع النظرية النازية ومؤمن فيها قاتل العالم كله الانجليز صمدوا ليش صمدوا لأنهم كمان تركيبة اجتماعية سياسية اقتصادية متكاملة منسجمية ومضادة ضربة ومضادة بيطانيا بينها وفرنسا نهارت بسرعة فاليوم روسيا فاتت بحرب مولا ماذا تريد أن يقرأني ماذا تريد أن تكون المشكلة كانت اتفاقية وعملتوا جسر وعملتوا وعملتوا كلكم على البحر وفي النهاية ماذا تصلتوا للبحر وما تصلتوا اتفاقات دولية في كثير دول تقطع من قناة السويس قناة السويس قناة خاصة يعني بيعملوا اتفاقيات وبيقطعوا ما هي القضية الملحة على روسيا اليوم ما هي القضية الملحة على روسيا اليوم لحتى اتحارب من شانا لكن جنون بوتن هو اللي عملها وبعتقد روسيا انتهت يعني روسيا الاتحادية انتهت ستكون روسيا أخرى والله يستر من حرب أهلية والله الشعب الروسي طيب ما بستاهل لكن المشكلة دائما 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 روسيا دائما كانت عندها كانت تتقلب خطة تتقلب بين الحرب الحرب الأهلية والاستبداد حرب أهلية استبداد حرب أهلية ما حسنا تتشكل روسيا رحمة اجتماعية متكاملة الدولة كبيرة متنوعة والسلطة المركزية بعيدة عن الناس وعيشة كانت قصور وكذا والآخرين وتتعامل مع الناس كعبيد السلاف يقولون السلاف قومية يا أخي السلاف هني عبيد الأرض اللي ساكنين على الأرض استعبدوه مثل الدولة العثمانية دولة العثمانية كلهم عثمانيين كلهم شعوب مختلفة أمم وملل العثماني جيش قارجي أخذ منهم أتاوي وفرض عليهم يخضعوا له كان يكون يعطيهم حكم ذاتي من قابل كانت الاتحاد الروسي أو روسيا القيصرية كانت كانت تفرض بالقوة العسكرية على الشعوب العبودية بمعنى تدفعوا مصاري تعطونا مجندين وإلى آخرية وخلصت وانتوا عيشوا كما تذكروا فكل هاي الشعوب المختلفة يعني إذا تركيا فيها عشرين قومية هلا عنحقها كلهم سلاف هذي من رومانيا إلى إلحق بلغاريا إلى إلحق يوغزلافيا هاي مستعمرات مستعمرات مليانة شعوب مختلفة والتنوع فظيع نحن عنا سوريا في 18 قومية و 16 طائفي بسوريا لحالة كيف روسيا كلهم سلاف وحدهم كلمة عبد عبيد الأرض أخذوهم الروس الفوق الشمال فيكنج بس مو بحري فيكنج بري هذي اللي هي روسيا واستعبدوا هاي الناس صار اسمهم سلاف هوني مو سلاف يعني شعوب مختلفة متنوعة جدا تشوفوا أشكالهم متشوفوا كذا ساكنين بيئات جغرافية منعزلية منفصلة حتى الإسلام بجنوب روسيا شوفوهم كيف كلها كل واحدة شكلوا كل واحدة قومية وبشتون وأزر داغستان وششان ومدرشو مليون قومية المسلمين مليون قومية بما بالك بالبقاء بالأمم التانية يعني مو صحيح فإذا انه مو شعب واحد روسيا ليست شعب واحد روسيا بتنوع كبير جدا لكن محكوم بثقافة مركزية دائما وسلطة مركزية قوية أو فوضى وحرب أهلية ما حسن مجتمع الروسي يشكل به الحجم هذا الدولي وبالتالي روسيا مش مؤهبة للإستمرار كدولة واحدة مش مؤهبة للإستمرار إلا بالقوة العسكرية يعني بتكون روسيا حزب واحد وديكتراتورية واستبداد أو لا تكون أو لا تكون هذا الأثبته الأثبته التاريخ وما رأوا بحرب أهلية سابقة يعني من فترة الاتحاد السوفيتي وحدوا الناس كيف قالوا يا عمال العالم التحيد وما في فروق قومية ما في فروق دينية احنا مشكلتنا اقتصادية مع هدول القولاق الملاكين الملكية الخاصة كل واحد عنده ملكية خاصة رحوا شلحوا إياها فصار لو أخوه يروح يقاتل أخوه فعملوا حرب أهلية من نوع ثاني طبقية حرب أهلية طبقية خمس سنين من القتل تقتل تسع مليون بني آدم كانت النتيجة أنه سيطرت الحزب الواحد حزب واحد دكتاتوري مستبد تعرفه تماما عفظينه لأنه سوريا أخذت نشيد من الطريق الحزب الواحد الحزب الواحد حكم صارت مصالح خاصة لناس شكلت طبقة مرتشية مستفيدة صار بدهم شوية صار بدهم المستفيدين المرتشين يتنعموا بدهم كذا بدهم إلى آخرية بدهم يعني إذا كيف سامحوا بحرية السوق من شان تصير شيء أموال شرعية فراح كل واحد مثلا مدير مصنع سارئ المصنع اشتر المصنع صارت قطعة خاص صار قطعة خاص مافيوي تحولت الكي جي بي لمدير المافيات صار نظام اجتماعي اقتصادي مافيوي لهو حكم بوتين فمما رأيت بمرحلة اقتصاد ومرحلة مجتمعية حقيقية ومرحلة اقتصاد منتج حقيقي وتشارك واجتماعي حقيقي بقيت دولة دولة عصابات اليوم عما تتفجر دولة الاصابات فكل الدول اللي طبقت نظام اشتراكي هربت من الصراع الاهلي الى الصراع الطبقي لكن رجع الصراع الطبقي وعمل صراع اهلي ما في نتيجة فهي الدورة لابد منها اليوم دخلت روسيا مرحلة تفكك الاستبداد يعني نهار السد لحتى ان بنى سد جديد وتمشي الامور والآخرين بده وقت بده وقت وما بقى ما بقى فئد روسيا ستدقى موحل يعني جمهوريات الجنوبية بدهت تاخذ استقلالها بدهت الاسم شعوب عن بعضها التتاري لحال الكزالحال حتى سليف لحدها يحيث قسمه فروسيا انتهت ان شاء الله هذا يعنيش اسمه يعني لعنت الدم السوري يعني تسولت له نفسه بوتين انه يقتل الشعب السوري ونسي انه هذا الدم هذا الدم يعني رب العالمين ما بيرضى فيه ما بيرضى فيه وسوريا يعني كل من تورط ضد الدم السوري سيدفع السماء هذه الدم وهيك انا شايف وان شاء الله على ايامنا يعني نشوفها بعيننا نشوف بعيننا هذه الدول كيف تنهار وتدفع وتقتل بعضها وتقتل بعضها كشعوب بوتين اللي عم يتوضب اللبن هو عم ينفق عم ينفق عم ينفق عم ينفق يعني لانه ظهر ظهر على حقيقته وانه واحد اناني واحد اناني ديكتاتور عايش عايش بالعظمة بجنون بجنون العظمة ودولة هشة مفككة مدمرة عصابات لكم تبعى الجندي على الحرب بلد زخيرة تذكروا الحرب العالمية ولا هيك صار بالضبط صار بالضبط هيك انه جنود عم يحاربوا على جبهة ألمانيا وبولونيا ومدرسوا ولا في امدادات ولا في اكل ولا في شي فلتها الجنود تركت الجبهة ورجعت 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 تشتغل لا في شغل العمال الماضربين كمان ما في شغل ما في العمال الناس جوعاني بدا تأكل ما في خبز فاستفادوا من السلام السلام والخبز رفع شعارين السلام والخبز ولا هيك سيرفعوا شعارين السلام والأمن والخبز فاستفادوا من فاستفادوا من فاستفادوا من فاستفادوا من انسحاب من أوكرانيا واللغاء الدكتاتورية واقامة حكم شعبي شعبي ديمقراطي فاستفادوا من الشعب بعيدة وتبدأ تنشق روسيا ونظروا الألوان تغير مثل ما تصير في سوريا يرسمون خريطة خريطة هذا ضد هذا ما تصبح بعدين يقوموا النظام بضرب السلاح الكيماوي والنووي على الشعب بعدين آخر يجتمع مجدد الأمن ويقرر يضع السلاح لأنه خطير يجي لميليشيات وكذا وبعدها يجي دور الصين نفس الشيء نفس الآلية تتفكك في الصين الصين تتفكك في نفس الآلية بس إذا رجحوا بها يضبوها هذا هو هذا هو اللي صاير اليوم الله يسمعنا هكذا أكبر أحساب منها إن شاء الله إن شاء الله مرة جاي نحكي لكم لكم يعني أطلوا المرتزق يعني أطلوا يعني أطلوا الشعب الأوكراني ما كفاه لأنهم أطلوا وقتلوا 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 بالله يجبون يجبون ماذا الله ينصر الأوكرانية يتبع ترجمة نانسي قنقر